مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان حلقة جديدة من برنامج التريند قبل أي شيء خالص العزاء للإخوة المسيحيين في ضحايا كنيسة أبو سفين النهاردة في الحادث الأليم اللي وقع في الحقيقة ويعمل نشاطرهم كل الأحزان وإن شاء الله بإذن الله تكون آخر الأحزان في خالص التعازي لكل الإخوة المسيحيين وطبعاً النهاردة النادي الأهلي نعى ضحايا كنيسة الشهيد أبو سفين وبالمناسبة كمان الأهلي حيرتدي شراط سوداء أمام مصر مقصة حداداً على ضحايا الكنيسة والنهاردة كابتل محمود الخطيب رئيس النادي والسادة عضاء مجلس الإدارة زي ما حراركم شايفين الناعي بتاع النادي الأهلي النهاردة وقطعات النادي الإدارية ورياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى ضحايا كنيسة الشهيد موركوريوس أبي سفين وإذ يعرف النادي الأهلي عن ألم العبيق لهذا الحادث الجلل الذي أوجع كله بالمصريين وأدمها ويتقدم بخالص التعازي والمسائلة كل الإخوة المسيحيين دعينا الله أن يلهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان ربنا نصبرهم يا رب وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ بلادنا وينعم عليها بالسلام والرخاء زي ما قلت رحالكم النهاردة الأهلي حيرتدي كمان شعرات سوداء بخصوص هذه المناسبة الحزينة لكل المصريين